عمل بحذف بزهني الورى لما أنا كنت طفل عندي 6 سنين طبعاً ما كانش في حاجة أنا عاجي 49 سنة فما كانش في حاجة أصلاً اسمها التكنولوجيا اللي موجودة دي دي ما كانتش حاجة يعني ولا حتى في الخيال طبعاً احنا آخرنا كان فيلم باكتو دا فيوتشر اه طبعاً دا كمة الخيال فده يعني من الاخر حتى العربية دي الشركة فلست أصلاً ايه احنا ليه ما نشتريش الشركة دي بالمناسبة والشركة دي بالمناسبة أصحابها عرضنها أو شبه عرضنها للبيع دي ليه دي لارين دا مهم يعني ما بقتش موجودة فنقدر نقولها ما هيش إعلية ليه ما يبقاش فيه مستثمر مصري جاد يروح يشتري الشركة ويبدأ يشتغل علي زي ما الصينيين عملوا شعب هاي مستثمرين مصريين فيه من اللي احنا بنقول فبرجع الورى أنا لو كان حد قالي بابا دخل قوة تطبيق أنا طربة الدنيا علي إيه بابا دخل قوة تطبيق دي طبا فنما شاب أفهم حاجة الجيل دا جيل مختلف وزاكي أكتر مما يجب طبا وانفتاحه على العالم والمعلومات برضو أكتر من الانفتاح بتاع جيلك والجيل بتاعك طبا وعليه في صعوبة شديدة أنك توصل له الحاجة من غير ما بتبقى محسسه أنك مستهيفه بزبط ودي كنا بنراعيها كويس قوي في الكتابة في حيثة أن أنا بكلمهم إزاي أنا لو حسسته بس هم عاملين زي الزيبق كده لو أنا وأنا بكلمه حس بس أن أنا بوعزه أو أن أنا بقوله تعالى واعد ولازم أو بستعيله أو بتاع لا آآ هيخو بعض وهيقلب آآ على طول لو حس أن أنا الـ quality كمان بتاعت الصورة اللي أنا بقدمها أو جودة الانيميش اللي أنا بعمله أقلب كتير من اللي هو متعود يشوفه من اللي بيجي من برة صح هيروح أقلب في حاجات كتير اللغة لو حس اللغة دي مش مش لغته اللي هو بيسمعها في البيت وقريبة من قلبه هيروح أقلب فكل دي آآ يعني إيه آآ زي تريجر بوينتز كده اللي هو إحنا عاديين واخدين بالنا كويس قوي إن أنا أبقى بكلمه زي إن بكلم الولاد يعني بقى بعيد عن ودي من الحالات الصعبة اللي قابلناها لأن آآ لسه في مدارس كتير قوي ماشية على اسلوب حوار معين مع الأطفال ده تغير من زمان طبعا فعشان أقدر إن أنا أعمل ده كانت عمليها صعبة قوي بس الحمد لله يعني بشكل ما قدرنا إن إحنا نعمل التوليفة دي حلو جدا